اشتركوا في القناة وما أن بعض المتقين قد جعل الله لهم كرامة منه أن يشفعوا في بعض عباده ولذا قال إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فرب العزة والجلال يقبل شفاعة بعض العباد الذين يأذن لهم في الشفاعة متى رضي عن المشفوعين كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ويدخل في ذلك كل من كان من أهل التوحيد فإنه يمكن أن تكون الشفاعة من نصيبه ومن ذلك أصحاب الكبائر لأنهم قد اتخذوا عند الله عهدا التوحيد وأعظم به من عهدا فظهر من هنا أن رب العزة والجلال يرد عبد تلاوثان ولا يمكنهم من دخول الجنان